الشهد اللي تم تدورها أيضا أنا شخصا شفت الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة حينما يتم الهتاف له يقول قوله تحيا مصر إنما المشهد اللي هتشوفوه ده وكأننا نعلم التلاميذ لو داخل عليك وكيل التربية والتعليم ومدير المدرسة والمحافظ فقول بقى المنظومة اللي لا يمكن أبدا أنها تتمشى مع العصر الحديث بهذا الشكل تحيا المدير وتحيا المحافظ وتحيا يعني هنا أنا بعلم الطلاب أسلوب القطيع وزي ما بقول لكم أنا شفت الرئيس السيسي نفسه في أكثر من مناسبة يقولوا تحيا مصر ما تقولوش تحيا السيسي إنما يفتح المجال بهذا الشكل اللي هتشوفوه شيء مؤسف ومغجل ولابد أيضا من حساب في إطار الجريمة اللي ترتكب عاش هو السيد المحافظ لا عيش السيد الوزير لا عيش السيد الوزير لا عيش السيد الوزير الموافظ عاش رئيس الدng이즈 لا عرض السيد المحافظ يعيش السيد وزير المحافظ عاش 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 الدكتور عيمان عبد المنعم عاش الدكتور عيمان عبد المنعم عاش السيد وزير المحافظ علم النشق والاطفال سياسة القطيع ومش عايزين هنا عاش فلان وعاش فلان ولو ناس حد فممكن عنده مثلا صاحب محل عصير عايزي جامله وعاش الحج بيومي والجمل الشهيرة اللي كان حتى فيه مصرحية شاهد ما شافش حاجة عملها عاد الامام لتحييت يعني ناس كتير يعني اللي هو فكرة الاسراف في النفاق أنا بعلم التلاميذ في الطبور تحية مصر وتحية العلم إنما شوفوا بقى وكيل الإدارة والمحافظ والرئيس اللي هو نفسه بيرفض تماما يعني يقولك لا في تحية العلم هي تحية مصر أستاذ محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بسهاج أستاذ محمد أهلا بيك مساء الخير أولبي أهلا بسعاتك فاندم مساء الخير أستاذ محمد عايز قالك دلوقتي أنا عندي طلبة وناشئة ماينفعش حد يخليهم يرددوا الهتافات لكل المسؤولين تدريجيا بهذا الشكل أنا كده بعلمهم أسلوب القطيع يعني متفق مع معليجة فاندم في اللي ساتك قلته هذا الحدث كان بالأمس القريب كان فيه افتتاح مدرسة جاهدة كان الأولاد ده في مدرسة اصطلع على القدقية وهذه مدرسة جديدة افتتاح وكان فيه كسافة جبيرة جدا في المدرسة القديمة والإنسان الأولاد راحين داخلين مدرسة بقالهم عشر دقايق بس ما كانش تطبروا الصباح لسه ولدي استبدل الهتافات دي بتحية العالم انفعال فرحة من الأولاد بالإنباس جديدة في صعيد مصر في القارية من صعيد مصر انفعال معها بعض المعلمين تجاوزوا زيادة شوية يعني الانفعال كان يجب انهما بالربادGB قالوا للتحية مصر كان يكتفى بهذا القدر لكن اللي نشاهدها كده رجل كان حاجة دوت رجل الماهال ب القديم هيا من الجيلي قبيل طيب هيا فبدأ يعني اصرف شوية في الهتاف وما كان يجب ان يتم هذا الحقيقة بمجرID موصل لهذا الفيديو قدامنا ومعالي الوزير المحافظة العالبة ديه لم يتواند احاله الواقع الى التحقيق مباشرة لان احنا بنؤكد على ثوابت مهمة جدا جدا احنا عايزين نعلم ولادنا ايه لا احنا مش عايزين نعلم ولادنا جرسالتك قلت كده سياسة القطيع هم كانوا فرحانين القطال يصحيبها صروفية قارية وبدأش جديد يستموها الاول مرة وفرحانين بيها لكن دهش لا تيكن تحقيق العالم تحكي علا كانت وعدها وكانت تبور لوحده لكن احنا طبعا بمجربة معايا الوزير المحافظ علنا بهذا احنا الموضوع فورا يبطع فولك احنا جبنا حتى ادارة المتسعى والعاملين انهم نوع توعاو ترباو الاول ومع هذا لم نعفيهم من التحقيق طيب خليني الاستاذ احمد نشأة وضو مجلس النواب عن الدائرة عايز يعمل عايز يعلق استاذ احمد اهلا بيك استاذ احمد استاذ احمد سمعني طيب زي ما قلتلكم جماعة يعني هي مشايد بسيطة لكن لا بتكون محفورة في ازهان النشأ وانت هنا بتجبرهم على الهتاف اللي انت حتقوله عاش فلان عاش فلان عاش فلان خلاص انا بقول تحيا مصر وبحي العلم في طبور الصباح مش حي بقى مدير المدرسة ووكيل الادارة والمحافظ ويعني تدريجيا بقى وندخل شوية كمان كل واحد بقى يزود يعني ويلا ندخل على رئيس الوزراء وزي ما قلتلكم يعني ده خطأ جسيم يعلم الناس سياسة القطيع او الهتاف بالتعليمات والقوام استاذ احمد نشأت اهلا بيك اهلا بيك يا واقل بيه استفزك الفيديو ولا تأييده لا طبعا ضد هذا الفيديو لكن الاحتاقا للحق الفيديو ده ليه خلفية يا واقل بيه لابد برضو من توضيحها طبعا انا ضد تماما الهتاف بهذا الشكل الجماعي مع طلاب صغار الثن وتعودهم زي ما سيادنا قلت على الزياث القطيع لكن المدرسة دي ليها ظروف خاصة جدا المدرسة دي اول سنة تشتغل السنادي المدرسة دي في القرية كانت محروبة من التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي ما كانش فيها مدرسة كان طلاب وتلاميذ القرية بيتم توزيعهم على مدارس بخمس او ست قرى اه مجاورة لها كان فيه نوع من التشتيت للتلامزة المدرسة دي تم تجهيزة بالفعل السنادي واعدادها للعمل ولكن بوجئنا قبل بدء العام الدراسي في 48 ساعة بخبر او قرار بعدم تشغيلها السنادي ليه المدرسة كان فيها بعض المعوقات مثل مسلا عدم توفر الدسكات او التخط البيعود عليها السلامزة مفيش عداد كهرباء في المدرسة تمشت ماشي كل ده نوجه الشكر للناس ما لا انا جاي لسياتة انما مش بترديد الهتفات لا الفيديو ده طبعا مش صح الفيديو ده مش صح اللي حصل فيه مش صح طبعا واحنا ضد كده وما نقلش كده تمام لكن هو فيديو عفوي غير مرتب انا عايش الحالة النفسية مع اهل القرية دي قرية ديملو تمام فعلا هم فرحوا جدا لما تدخل الساد المحافظ فور علمه لا ان المدرسة لازم تشتغل وباتصالاته بسرعة تم تجهيز المدرسة وتم افتتاحها اعدادي وابتدائي هي انا بالفت بس ضد هذا المنظر طيب بشكرك يا سيد احمد